اهلا بكم مرة تانية عن السعادة هيكلمنا الدكتور ثروة تاج الدين استشاري التنمية البشرية والحقيقة السعادة هي اساس ومحور استقرار البيوت وتكلم عنها الكثير من الكتاب وقالوا ان السعادة تكمن في الرضا بما قسمه الله لك كمان السعادة لها اصرار كتيرة هيجاوبنا عليها الدكتور ثروة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك شرفت بوجود معكم سعيد جدا بوجود معكم النهاردة في القناة المميزة خناة الصحة والجمال وظيف من عندي والسعادة في البداية بقى محتاجين نعرف تحديد لمفهوم السعادة وخاصة ان كثير من الدول يعني خصصت الناس مسؤولة ووزارات للسعادة وكمان عشان الانتاج في العمل يخرج بالصورة اللائقة اه الموارد البشرية بتخصص دراسات لكياس النواحي المعنوية للموظفين وبتحاول تخلي البيئة او المناخ للمجال الوظيفي مجال مبهج اه يعني يشجع على السعادة وكثير كمان ايضا من المستشفيات استحدثت نظام اسم الرعاية التلطيفية وقالت ان ده بيبقى له انعكاس او مردود على صحة المرضى فحاك يقول لنا يعني ايه سعادة السعادة في مفهومها العام والمطلق هي ترابط وتكامل والتقاء بين شعورين شعور اللي هو الشعور الاول منهم وهو نشوة الانجاز اي لحظة الانجاز واللي احنا بالضبط بنشبهها بلاعب الكرة اللي احرز هدف المفترض انه هو في اللحظة دي بيكون عنده شعور وقتي شعور سعادة وقتية بتتلاشى او قد تتلاشى مع انتهاء الحالة الوقتية اللي هي مع انتهاء الهدف او مع الانتهاء الوقت اللي بيعقب الهدف بفترة بسيطة احنا هنا بنقول ان احنا عايزين كمان نربطها بشعور تاني او بشعور اخر اللي هو بيكون في شكل ترابط مع اللحظة الوقتية دي وهو الرضب النتيجة او استمرارية الشعور بالنتيجة اللي هو حققها عن طريق الهدف ده اللي هي هتكون في صورة بقى شهرة انجازات في شكل بطولات في شكل نجاحات حققها نظير الهدف اللي جابه الفكرة هنا ان احنا عايزين ما يكونش الشعور هنا شعور وقتي لان الشعور اذا كان شعور وقتي فما نقدرش نطلق عليه سعادة السعادة عندنا بتاك حقق بتقول ان السعادة ربطها دايما بالنجاح فايه علاقة السعادة بالنجاح وهل معنى النجاح هو السعادة ولا ده يعني مفهومين مختلفين عن بعض لا طبعا المفهومين مش مختلفين هما في ترابط ولكن ربما بتوصل للناس بشكل للأسف ان هو بشكل بصورة مغلوطة بمعنى ان الشخص بيفترض ان هو مش هيكون سعيد الا اذا حقق من وجهة نظر النجاح نجاح في شيء ما هو بكده بيقدر يحكم على حياته بان هو سعيد نظير النجاح او نظير الانجاز اللي حققه في جزئية معينة للأسف ان هو المفروض العكس هو مش هيكون ناجح الا اذا كان سعيد يعني يفترض ان هو في الاصل يحاول او يسعى جهدا ان هو يكون في حال التفاؤل في حالة سعادة دايما اللي هي بتأهله وبتخليه بشكل كامل بيصل للنجاح احيانا الناس كتير نكحة ولكن لو سألتهم بيقولوا احنا يعني مش سعدة يعني في جزء من الناس اللي حققوا انجازات هما كانوا واحلام كانوا بيحلاموا بيها ولكن لو فتشت في حياتهم واقعدت معهم بعمق هتلاقي في حاجات كتير قد تكون ده نسبة من الناس مش كل الناس في حاجات مخليهم لا يشعرون بالسعادة بالزبط كده لهو ده بيرجع لانه هما كانوا بيفترضوا في السعادة هي تحقيق نجاح مالي وليكن او تحقيق نجاح مادي الاصل فيه انه هما بيفترضوا انه هو ده منتهى النجاح بالنسبة لهم او منتهى السعادة بالنسبة لهم ولكن للأسف بعد ما بيحققوا الجزئية دي او بعد ما بينتهوا منها بيشعرون في النهاية مش الفلوس كل حاجة طب اذا اين تكمن السعادة السعادة بتكمن في الاصول وليست الكماليات بمعنى الاصول بمعنى ان الحاجات اللي هي البسيطة جدا وانقلت يعني السعادة بتكمن في الاشياء البسيطة الاشياء اللي هي قد تكون الهيلة جدا بمعنى ان هي بتكمن في الكيف وليس الكم الكيف بمعنى الرضا بابسط الامور واقلها الكيف بمعنى اننا لو هنبحث فيه مثلا بعض من النسبة متعرفة عليها في ملايين حاليا المفروض انه هما بيعانوا من قلة المأوى وقلة المأكل والمشرب وغيره في ملايين بيعانوا من وجودهم بشكل دائم في المستشفيات ودي فيه نسبة كبيرة جدا فيه فترة وجهزة قد لا تتعدى اسبوع بينتظروا فيها الموت فيه ناس كتير جدا او فئة كبيرة جدا بتعاني ونسبة تكاد تكون بالملايين بتعاني او بتنتظر الموت في اي لحظة فيه فئة كبيرة جدا المفروض ان هي حاليا بتتجرع خطر السجون خطر المعتقلات مهددين من ناس بتحصرهم في بيوتهم هنا السعادة اصبحت فين السعادة اصبحت في ابسط الامور واقلها اللي هي ان احنا نقدر بس نقدر بها نحصل على المأوى والمسكن والامان والابسط الحياة زي ما بقوله ان انا ابقى محقق بس نفسي اللي هو الاكل الشرب البسيط النوم الحاجات اللي هي ابسط ما يمكن وليست الماديات الزيادة وإلا يعني لو السعادة في المال لساعدة قاروب ولو السعادة كانت في السلطان والسلطة والجاه يا سعدة هامان انما السعادة في ابسط الامور وانقلت بما ان حركة متخصص في مجال التنمية البشرية هل السعادة اصرار؟ طبعا للسعادة اصرار اصرار السعادة هي بتكمن في ان الاصل فيها ان احنا بنقول ان احنا بنتفادى بقدر الامكان التركيز في النحية المادية وبالتالي فاحنا بنسعى ان احنا نسعد الاخرين قد تقول السعادة في اسعادة الغير كونك ان انت بتقدر ان انت تدي حب للغير هو بيقعد عليك بحب كونك ان انت تدي سعادة للغير هو بيقعد عليك بسعادة دي كجزئية اولى الجزئية التانية المفروض ان احنا بنركز عمل اليوم على اليوم يعني ما نستهدفش من حياتنا اللي هو نبضل شغلين بالنا في مفات ونبكى على المسكوب او نشغل بالنا في المستقبل المجهول بالنسبة لان احنا مش عارفينه بس فقط نركز على الاعمال اليومية بالنسبة لنا وليه في حد ذاتها هتحقق السعادة على اساس ان احنا ما يكونش دايما زينا مشتت كمان ان احنا بقدر الامكان يكون عندنا معالم واضحة لهدفنا يعني عندنا حاجة اسمها منظور الرؤية ونركز فيها على الحاجات الايجابية دايما ما نكونش بشكل دايما بنبص للسلبيات اللي مرت علينا وإلا هي اللي هتعمل عندنا اخفاق وهتأخرنا وده بشكل عام اسرار السعادة من اسرار السعادة احيانا الناس بتقول الفلوس بتعمل كل حاجة وبتخلي اي حاجة قدامك تزعلك تتلاشى قدام الفلوس فايه تعليك حضرتك على ما انا قلت حضرتك يمكن ده كان جزئية طرحتها في البداية وقلت ان 70% من التعساء بيمتلكوا فلوس و70% دولار ما عنوش ابدا من فكرة قلة الفلوس الفلوس بالفعل متوفرة ومتاحة بنسبالهم الا ان اللي بيحصل بالزبط ان هم بيعانوا من امور تانية خالص قد تنحاصر بقى في ان هم ما ادروش وزنهم بين جوانب الحياة بتاعتهم اللي هي قد تكمن في تمن جوانب اللي هو الجانب الروحي والاسري والعقلي والنفسي والجسدي والمالي والمهني هم ما ادروش يعملوا للتوازن ده ركزوا بس في النحية المادية وتركوا بقى النواحي اللي هي في شكل ان اصرهم يعني بالنسبة لأصر بتاعتهم مفككة العاليتهم بقى بولادهم مش مزبوطة قد يكون برضو اجتماعيا من همش اصدقاء خلينا اسأل سؤال هل السعادة نسبية مستويات معينة فيه سعادة قليلة سعادة نص نص سعادة عالية او بنسب معينة انا سعيد نزل تشريف المياه او مرحق وقت ووقت هي نسبية بمعنى ان هي كل واحد ربما ان هو بيسعد في ظل حالة معينة او ظرف معين او شيء معين حققه وبالتالي احنا بقولوا هنا نسبية نسبية يعني قد يعني ممكن في حلقة زي اللي احنا بنقدمها ممكن السعادة بالنسبة اللي بتاكمن في حلقة زي كده ممكن تكون السعادة بالنسبة لي في تحقيق الشهادات والحصول على درجات علمية ممكن تكون السعادة بالنسبة للغير في تحقيق المال ممكن تكون السعادة بتاكمن في شكل طفل صغير ان والدته بتشيله والطبطب عليه وتحنن عليه وهكذا ممكن تكون السعادة في ابسط الامور وبالتالي احنا بنقول هي نسبية بتتفاوت من شخص لتاني فممكن تبدأ من الطفل في احتضان ام له وممكن تبدأ وممكن تكون برضو مرورا بشخص بيسعى ان هو يحقق فلوس وشخصين بيسعى أنه يحقق علم وهكذا مع ضغوط الحياة هناك علاقة بين السعادة والضغوط اللي بنمر بها كلنا فإزاي نقدر يعني نتكيف أو نتعامل مع ضغوط الحياة ونصل لمرحلة السعادة في مقولة الشيخ ابن تاميه بيقول ماذا يفعل أعداء بي إن قتلوني فقتلي شهادة وإن نفوني فنفي سياحة وإن سجنوني فسجني خلوة وكان بيقصد بكده إن أنا إيه اللي هيعنيني أي المكان اللي ممكن يحصل معايا أنا في النهاية مسلم ومآمن وطالما الإيمان جوايا بإن الحياة بالنسبة لي كده كده هتنتهي وكده كده أنا بمر عليها كمرحلة فالأصل فيها إن أنا أسعب بكل جهدي فيها إن أنا أسعب نفسي بأقل الأمور يعني ضغوط الحياة دي طبيعة الحال ودي طبيعة الحياة وقالها عبدالله السكندري كمان في مقولة له لا تستغرب وقوع الأجدار طالما أنت في هذه الدار والابتسامة بين حزنين دي في مقولة تانية إن أصلا أنت المفترض إن أنت تكون مهيئ نفسيا إن وقت ما بتكون أنت مبسوط وسعيد أكيد ده كان بيعقب من الدرجة الأولى حالة حزن أنت مرت بها سابقا وتنتظر وده طبيعة الحياة وده شيء المفترض إن إحنا نتعايش معاه حالة حزن لاحق فالحياة عليه ده وده يبقى حاج بتقول حاجة مهمة جدا إن إحنا بإيدينا بنصنع السعادة لأنفسنا بس أحيان الناس بتقول السعادة حز فإيه رأي حضر لا طبعا السعادة مش حز السعادة مش حز بدليل أنت حضرتك قلت بنصنعها بنفسنا فعلا إحنا بنصنعها بنفسنا لأن إحنا بنوجه تفكيرنا كله أولا داخليا لازم يكون عندنا إيمان بأن كل حاجة قدر وكل حاجة واخد حق منها كامل والأرزاء المفروضة أنها مقسمة بالتساوي وكل واحد ياخد نصبه منها بشكل كامل وبالتالي فين الحظ في الموضوع الحظ أنا دلوقتي قدرت أن أنا أسعى وحقق نجاح في نحية معينة أنا هنا المفترض أن أنا سعيد وزي ما قلت لحضرتك إن السعادة لا بتكمن في مال ولا بتكمن في جاه ولا في سلطان ولا في أولاد هي ممكن تكون في أي حاجة تانية أبسط من ده كله في الرضا في النهاية ولو حبينا بقى نرجع للبيت السعيد ونقول معايير السعادة الذوجية النفوس مجبولة بمن يحب أو النفوس مجبولة بمن أحسن إلي أو أحب بمن أحسن إلي فيما معناه أن أنا ممكن أحب شخص وأنا أساساً لا شفته ولا عرفته ولا قابلته لمجرد أن أنا بس تتنقل صورة عنه أن الشخص الفلاني أو الرئيس الفلاني أو صاحب الدولة الفلانية أو المسؤول عن الدولة الفلانية المفروض أنه هو راجل عادل بيقدر أنه هو يوزع صداقات بيقدر أنه هو يعني يكون عادل في حكمه بيقدر أنه هو يكون شخص ما محبوب لدى الغير مجرد أن أنا بتتنقل الصورة دي فأنا بالتبعية حبيته من غير ما شوفه طيب من باب أو لا أن السعادة دي تكون أو الشخص ده اللي أنا أكون سعيد معاه يكون مثلاً الزوج يعني المقابل زوجته أو مع زوجته والعكس الزوجة مع زوجها فالأسرار هنا بتكمن في إيه بالنسبة للأزواج أنه يكون فيه الحب المتبادل وده كمرحلة أقوله عشان يبنوا علاقة طيبة يتوصل معاهم للهدف اللي هم عايزينه السقة أنه يكون بينهم من بعض الشفافية واللوضوح يعني موضوع الشفافية واللوضوح ده برضو أصل وأساس في الموضوع ما نبدأش دايماً نوجد أو نوصل رسائل فيها ريبة أو شك ودي حاجة كمان من باب الدعابة أنه ممكن تلاقي شخص هو الأصل في موضوع العدم الوضوح وعدم المصداقية ما بين الطرفين تلاقيه مثلاً ممكن نصل لدرجة أنه هو دايماً واجد عند زوجته أنه فيه مشكلة عند الموبايل بتاعه فما تقدرش أنه تتعامل معاه والعكس المفروض أنه يكون بينهم الشفافية دي فكان مثلاً حد من الناس المفروض أنه وصل لمرحلة الزوج من الأزواج يعني أنه هو جاله زي سكتة قلبية يعني حاجة كده كانت بخلاص في مرحلة نهائية بالنسبة على مشرفة الموت يعني فاضطرت الزوج أنه هي بسرعة تستنجد في تليفونه اللي هو المفروض عليه أصلاً يعني أسماء الدكاترة والناس اللي ممكن تستعين بهم فبتقوله قل الباسورد قال لها يعني إيه؟ الأعمار بيدي اللي هي توكل على الله فهو في الأصل أنه هو ما يلزموش أنه حتى رقم التليفون يتعرف عشان ما يحصلش أنها تستكشف بعض الأمور بالنسبة له فإحنا بنقول الأصل فيها أنه يكون في ثقة ومصداقية ويكون في حبه متبادل وأنه يكون فيه يعني إعطاء بعض من الصلاحيات أو المساحة والزوجة كمان دايماً تتصف مع زوجها بأنه هي ما تكونش مسيطرة دايماً تكون معاه وما تكونش منعازلة برضو في المقابل يعني لا منعازلة ولا سلبية ولا مسيطرة تكون وسطية بقدر إمكان ودايماً تشعره بأنه هو يعني الشيء الطيب اللي عمله يكون واضحاً دوماً موس ويكون لها عليه رأكشن ورد فعله واضح على أساس أنها تقدر تأكد له دي ولازم كمان هم يراهوا حاجة أنا زمان هقبلك مساوئك أنت هتقبل مساوئي والعكس فأنا دايماً أبصلك بنظرة النحلة اللي أنا أبص على الحاجات الطيبة اللي فيك ما أبصش على الحاجات الوحشة لأن في الأصل الزوجين مختلفين عن بعض أي شخص مختلف عن التاني وإن كان من نفس النوع فما بالك لو النوعين مختلفين اللي بيحصل إن الزوجة بتكون أصلاً فكرها فكر دائري يعني بتقدر تسيطر على كذا أمر مرة واحدة تشيل ابنها وتبقى مطبع المطبخ وبكلم جلطة من الشباك وكذا والزوج للأسف فكره متتالي يعني ما يقدرش يفصل أو يقدر يجمع بين عملين مع بعض إلا إذا نقل أو فصل ما بين العمل والتاني فزي ما هي لها مساوء وعيوب هو لهم مساوء وعيوب فيقدر لهم يتعاشوا مع بعض على هذا الأساس يعني لو حد شايفنا دوقت الدكتور وبعدين قال أنا بمر بحاجات كتيرة بخليها مش سعيد بس هاخد قرارها أكون سعيد فده ينفع حد يتخذ قرار بأنه يكون سعيد ولا دي بتيجي بإلهام ويعاز من حد آخر ولا بتيجي لوحدها لا طبعاً بقرار منه بقرار منه لأنه لو راع إنه دايماً يكون عنه فكرة إن السعادة مرتبطة أولاً بالإيمان بالله من الدرجة الأولى اللي هو جواه ثانياً إنه هو يحاول يبادل الآخرين أو يزرع البسمة على وجوه الشوش الآخرين ثالثاً إنه هو يشارك في عمليات في عمل اجتماعي ويكون زي فرق جماعية من أي نوع أو جماعيات خارية يكون له فيها دور الحاجات دي كلها هي هتشعره بالسعادة إنه يكون له اجتماعيات وصدقات إنه يكون مؤثر في الشارع بتاعه في المجتمع بتاعه أو في الدولة بتاعته الحاجات دي كلها هتشعره بالسعادة ومش لازم يكون مد أبداً ومش لازم إنه هو يكون صاحب صروات بالعكس الحاجات دي كلها المفترض إنه هتزول وفي النهاية السعادة سهل جداً إنه إحنا نحققها مجرد إنه إحنا يكون عندنا رضا وخناعة إنه كل شيء بالنسبة للسعادة هو أبسط ما فيه وليس الكم وإنكسر إحنا دايماً بنقول أو في مقاطلة بتقول أحكم فيما تملك يعني أنا بيبقى ليا سلطة التأثير على الحاجات اللي أنا أقدر أتحكم فيها فكتير من المشكلات والتحديات والعقبات اللي بتقابلنا ما بيبقاش لنا سلطة في إننا نأثر فيها قوي يعني حتى أحيان أولادنا في البيت بيبقى في صعوبة في التحكم فيهم في بعض الأمور فهل السعادة معناها إنه ما يبقاش حوالي مشاكل أو ما مرش بمشاكل خالص وطبعاً فيه استحالة طيب إزاي نخلي المشاكل والتحديات اللي بتقابلنا تبقى في إطار اتجاهنا نحو السعادة طيب إحنا أكدنا في البداية إن الأصل إن الحياة فيها الضغوطات بتاعتها وده شيء المفروض نتعايش معه ونتقبله لو هنرجع لفكرة الأولاد ومشاكل الأولاد أولاً إن أنا أقدر أقول إن أنا مليش دور في إن أنا أوجه ابني وإن يكفيه اللي هو بيستقطبه من برة أو بينقله من خلال إعلام أو بينقله من خلال أصدقاء لا ده أنا مسؤول عن ابني بنسبة 80% عن تصرفاته فما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنا أقول ابني مسؤول عن نفسه حتى العشرين من في المية اللي ممكن يتنقل له من برة أنا مسؤول عن التوجيه له فيهم وأقدر أقول له تقدر تنقل دي ما تقدرش تنقل دي فأنا ما ينفعش كمان إن أنا أقول له على حاجة ومعاملهاش عشان إن أنا أقدر أوجد السعادة فعلاً في البيت هو إن أنا أكون مثل ده يعني ما ينفعش إن أنا أقول له على سبيل المثال ما تخذبشي وأكون أنا أول حد ممكن أن إلهاله بصورة غير مباشرة في حكة إن أنا أقول له اللي يسأل عليها أقول له مش موجود وما شابه أو إن أنا أقول له الفلوس مش كل حاجة والمادة مش كل حاجة والمادة مجرد وسيلة وأقول له كلام كله شعرات وأول ما يجي يقول له عايزة أعود معاك شوية أقول له أنا مش فاضي من شغلي ومن شركاتي ومن أوراقي فدي في وقع حصلت إن ابني من الأبناء برضو وصل لمرحلة إنه أقلبه أنت دايما كل ما رجع لك تقول لي أنا مش فاضي أنا مش فاضي الساعة اللي بعودها معاك دي هتكلفك إيه أقول هتكلفني 200 جنيه من وقت بالفعل الولد حوش له 200 جنيه وجاء له 200 جنيه وما تقعدني معاك بهم ساعة فطبعا إحنا يعني الأمر في إيدينا في الأول وفي الآخر لكن أن نقدر نقول إن السعادة هي حياة بدون مشاكل لا طبعا السعادة مش حياة بدون مشاكل السعادة الأصل ما نحقولنا لحضرتك إن الأصل إن المشاكل متواجدة ولكن إحنا بنقدر إن إحنا بشكل من الأشكال نتعايش معها ونقنن منها ونحاول إن إحنا يعني نحجمها بقدر المستطاع وفي لحظة من اللحظات أنا لما أحاول أد إيحاء العقل الباطل إن أنا سعيد وإن أنا متفائل وحتى هظهر عبارات قد تكون مش بشكل كامل أنا مستشعرها في لحظة من اللحظات أوتوماتيك بتتحول معايا لسلوك حياة وأجلا أو عجلا استعادة بتتأصل فيه ومن خبرت حالك كمتخصص في هذا المجال إيه المكبلات أو المعوقات أو العطارات إيه اللي بتخلينا يعني تخلي إنسان مش سعيد الحاجات اللي بتخلي إنسان مستعيد أه يعني أولا أولا إن هو بشكل ما برنامجه اليوم بيكونش منظم بمعنى إن هو دايما معرض نفسه لضغوط وعدم تنظيم الوقت هو ده بيوجد عنده حالة أولا اكتئاب ومش عارف سببه إيه بيوجد عنده حالة ملل حالة إرهاق دائم حالة ضغط نفسي لأنه هو ما عندهش توازن ما بين أمور حياته فبيتجي تبص بقى تلاقيه فيه أمور من وجهة نظره هي لها دور ولها أهمية هو بيكدس فيها يومه كله فبيحصل عنده إرهاق وإخفاق في أماكن تانية بيشوف إن فيه حالة عدم توازن بتخليه هو يستشعر عدم السعادة في اللحظة دي فلو قدر يدير وقته وقدر ينظم يومه هو هيشعر بالسعادة أجل الأواج طيب يعني لو حبينا بقى في الآخر نعمل مجموعة أو كابسولة من النصائح للشخص اللي حاسس إن هو مش محظوظ ودايما مكتائب شايف نفسه مكتائب ومش سعيد طيب بداية هنقول كرقم واحد إن هو يكون على قناعة ومقتنع كواس جدا وعنده إيمان بالله وعنده يقين بإن دي طبيعة الحياة فطبيعي إن هي هيخش فيها بعض المنغصاب فإزاي إن هو يقدر يتخلص منها أو يتعايش معها دي كجزئية إن هو عارف إن هي مش حياة كاملة إن الدنيا مش كاملة طبيعي إن هو لازم يمر فيها بعض المنغصاب التانية إن هو زي ما قلت يشارك الناس في كاجتماعيات يبقى له أصدقاء يبقى يشارك فرق عمل جمعيات خيرية يكون مؤسس فيها التالتة إن هو يكون عامل حالة من التوازن بين البرنامج اليوم بتاعه كله إنه ما يصبش تركيزه على الحاجات السلبية اللي في يومه أو في حياته إنه ما يبصش للماضي خلاص ده شيء المفترض إن هو راح وانتهى عندما هو هيحط الماضي والمستقبل في مكانة واحدة أو يساوه بعض هنا هيبدأ هو هيفشل في مستقبله ويحطم حاضره فهنا كابسولة مختصرة إذن من مقاومات السعادة التوازن والمشاركة والتفاؤل من مقاومات الإنسان السعيد الحقيقة وصلنا نهاية فقرتنا بنشكر الدكتور ثروة تجدين استشاري التنمية البشرية شكرا جزيلا نطلع فاصل ونرجع لفقرتنا جد فجأة اشتركوا في القناة